يالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سلام عليكم حبيبات ديالي كنتمنى تكونوا باخيروا في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم ما كتشاهدوا هالفيديو بداية الفيديو طبعا ممكن بغن شكركم كاملين كل شي الاخوات اللي معي في القناة القدام طبعا وجداء كنقول لكم شكرا لكم كاملين حبيبات ديالي كل وحدة بالاسم ديالها تعليق ديالكم الرائعة وكذلك الكلام ديالكم اللي صراحة كيخليني وكيشجعني انني نزل لكم يوميا كندير مجهود وشي مرات كنحاول انني نجمع لكم في القناة الوصفات اللي كتكون هكا سهلة وكيكون لها الطلب وكيكونوا بزرط الاخوات يعني كانت قديمة يعني ما كانش مشاهدة لك الساعة فاش كنت كننزلها كنحاول انني نطلعها لكم وكندلكم كنجمع لكم هكا وصفات فقط اللي بنات اللي مهتمين وكي يصعب عليهم انهم يلقاوا الوصفات كنحاول انني مره مره نجمع لكم وكذلك راني كنزل لكم الجديد دائما الجديد والبساط اللي كيكون في المتناول كوشي قدر يحضروا وحبيبا ديالي كنشكركم كاملين وده بغدا نشارك معكم واحد مقبلات اللي صراحة زويني مزاف اقتصاديين ساهلين تحضرهم في ضرف نص ساعة يعني يكونوا واجهين فوق الطبلة ما فيهمش بزاف ديالتاعب والاهم انهم ملداد وعلاقة الجين ان شاء الله كنتمنى انهم يجبوكم وتجربوهم طبعا وبعد نقول لكم البنات اللي مهتمين وكي بغوا يعرفوا الجديد عندي في القناة شي مرات كننزل نعلم البنات على الوصفة اللي كنكون غا ننزل الماجية البنات اللي مهتمين بغوا هكا يتعرفوا على الجديد مهم البنات اللي بغوا يجوا عندي الانستغرام كنقول لكم مرحبا بكم عندي ان شاء الله دائما نقنعلم بكم بالوصفات اللي غدا نكون نزل لكم وهكا تواصلوا معايا لكان شي حاجة ولا شي معلومة او لشي سؤال مرحبا بكم مهم حبيبات ديالي منزلش تطوير لكم كتر ان شاء الله غدا ندوز معاكم دابا المقبلة اللي غدا نشارك معاكم بطريقة اللي ساهلة و بسيطة في المتناول كل شي يقدر انه يحطرهم غدا نخليكم مع الفيديو بوس عليكم كبيرة ودابا الحبيبات ديالي غدا ندوزوا باش نحضروا المقادر اللي غدا نحتاجوا لهذه المملاحات كيف ما اكليكم را كل شي بسيط كل شي في المتناول يعني باشياء اللي بسيطة اللي غدا نشرح لكم يعني شي حويجي مثلا بايتوا تغيروهم ما تضيفوهمش تعوضوهم بحاجات اخرى حيث كان بعض الاشياء اللي ربما ما نكونوش نبغيوهم ما كيبغوهمشو بيداتنا يمكن ان ندروا تغيرات ومعين مغزلات ديالي هنا كيف كتشوفوا معايا خديت واحد واحد جوجل مع الكبارين ديال الجبن ديال الفلادلفيا او لا اي جبن كريمي ماشي بتطروا غراه فلادلفيا خديت معا درت معا واحد شوية ديال البصلة خد دارية هكام قطعة يمكن لكم تستغنع وليت دروب بلاستها مع دنوس مثلا درت شوية ديال فلفل اسود وشوية ديال ملحة مهم هد البصلة الخطرية انا صراحة كديني كالتواتع مع سمك السلامون اللي يمكن لكم تعوضوه كذلك مثلا بصلة تعوضوها بالمعدنوس وسمك السلامون يمكن لكم تديروا اللحم المدخن بالنسبة للناس اللي كيبغيوه طبعا او لا تديروا قطع ديال الدجاج هكا تكون شرائح رقيقة كيبقى لكم الاختيار او لا تديروا مثلا الطون ماشي بالضروري ان يكون من السمك ورا كين بزار ديال الاختيارات وسبق لي ونزلت معاكم مؤخرا يعني اشكال وانواع ديال مملاحات صراحة المملاحات اللي بنت كينفعوه خصوصا الا كنت عندك هكا شي شي مناسبة او لهذا كتقدمهم كمقبلات يعني في اللول كيتحطو كيكونوا هكا اطباق اللي تكون بشكلة و باشياء اللي بسيطة تقدري يزين المطبخ عفوا طبلة ديالك يعني باشياء اللي بسيطة وكذلك المنظر والمضاق هن البنات داك الجوبن ديال فلادلفيا اللي زيطة تريش بيادي البصلة خضرة حاولت ان هني نحيد الخبز داك جناب ديالو بالنسبة للقطع اللي كنحيدو ديال الخبزة اللي بنات ما ترميوهمش يعني بش ما يكونش فيهم يعني اخوذوهم حتافضو بدك الكيمية هكا دخلوها الفران حتى تقطعوا كل شي تحيدوا قاعدوا كل جوانب اللي غادي نتحيدوا وراه ما شاء الله كاشكونوا حد الكيمية دخلوها الفران حتى كتتكرم او لا كتتقرمش كتجبدوها وكتطحنوها كتولي عندكم هكا لشاب لغ مصيبة على يدك واحتى حاجة ما كتضيح مويمة هن البنات غاد نديرو اول حاجة في هاد المقبلات يعني الحاجة اللي كتزيدها جمالي للوصفة وهذا عندي هنا نص خيارة كتاخدو نص خيارة اما كتستعملو السكين لكن من الاحسن تستعملو هاد القطعة هادي ديال يد كينها تشكلو كين اشكال اخرى هادي البنات كتخرج لكم شكل كيف ما غادي تبغيو يعني ذاك الخيار كي يجير قيق لكن كيف ما كتلكم الى ما كانش يكون عندك شي موس هك يكون ماضي وحاولي انك تقطع قطع هكا رقيقة بالسكين بلا ما تحتاجي هادي الى كانت يكون احسن ما كانش ماشي مشكلة اه مهم هناك كتدهنو داك السطح ديال ديال هاد الخبز من بعد موضع طبعا داك سمك السلامون اللي كي ما قلت لكم كلكم تعوضوه بحشوة اخرى اه صافي هناك كدهو تزينو طريقة ديال الزين اللي راهي سهلة كتاخدو شرائح ديال الخيار اللي قطعت معاكم وكتوقو تدلو بحال هاك هاد الشكين مهم ضروري كتخليو داك الطبقة البيضة يعني داك الفارق بين طبقة البيضة والخضرة كيبقي يبان باش هاك يجيكم داك المنظر زوين كتاخدو مقس وكتقطعو داك الجوانب اللي تيكونوا هاك شايطين وبالنسبة الوخات هزيك ما اللي بناتو حد طريف ديال الخيار ولهذا راه كيلصق يعني كتحاولي ترجعي البلاستو كيرجع لانه كيف ما شاهدتو دهنينو بالجبن ديال يعني بحال الكولة كيكون ما كيطيحو مواعلو كيبقوا بلاسقين كيف ما كتشاهدو معايا وحتى مني بغيت نقطع بالسكين قطعت وخا عواجتي حاجة كنحاول في البلاستو يعني كنقضى بسرعة كترجع مهم ما كيكونش مشكين نهائي بنسبة الشكل خيار ما كيطيحش من البلاستو يعني كيبقى تابت يمكن لكم كذلك البنات انكم تديرو فقط الجبن يعني اتاخدو الجبن وديرو مثلا قطع ديال الجبن اللي كيكون هاك مربعات او لا شكل ديال المستاطر المهم اللي بغيتو بالمدق اللي انتم ما كتبعوه وتعودو في بلاست سمك السلامون اختيارات البنات وصاف اللي انني انا صراحا ماشي من محبين السمك ديال السلامون كيعجبو لي ذاتي لكن انا صراحا ما كنبغيش كيعجبني السمك السلامون الاخضر يعني اللي انطيبو في الفران وهذا كيعجبني لكن السمك المدخن صراحا ما عنديش معاه ما كنقطرش عليه هنا البنات كيف كتشادوا بقى اسم السمرة بنفس الطريقة حاولوا انكم تقطعوا بشكل اللي وريدكم البنات يعني مني كتقطعوا حاولوا انكم تقطعوا طريف من ذاك الخضر ومن ذاك البيض يعني باش يبقى يعني تقريبا نص خيارة انا كفاتني نص خيارة واحدة كفاتني لهذا الخبيزات كاملين يعني ماشي خيارة كبيرة ولهذا رغير شوية من حاجين كليكم يدينوا مملحات لزوينين وبكمية وكذلك يجي شكل ديالهم راقي وكيعطوها كلعين يعني في شكل ديالهم راه يبلكم بليرا شي حاجة لكن هما راهم اقتصاديين فعلا مئة بالمئة صافي هنا قطعت ذاك الخيار كيف يمكن لكم البنات انكم غدا نعطيكم امثلة مثلا تاخدوا عود لا بغيتوا تديروا حشوة اخرى تديروا مثلا زيتون مع الجبن مع شوية ديال كورنيشون مع شوية ديال فلفلها كالوينات مقطعة عواض مثلا ما بغيتوش تديروا لأسماك للحوم للتحاجة مهم هدو فقط مجرد اقتراحات للاخوات اللي مثلا مبتدئات وكين اللي يبغي يقضي بدك شي اللي عنده ما بغيش هاك يخرج عادي يخرج ومثلا ما فيهم ما يخرج راكين افكار يمكن لكم كذلك انكم تحكوا الجازر وتديروا مع شوية ديال جبن وهذا وتديروا شوية ديال شوية ديال الملحات شوية ديال البزار وتقعدوا هكا وتجيكم اعود حشوكين بالزفر بالنسبة للحشوات راكين العديد والعديد من الحشوات المالحة اللي اقتصادي صافي ان البنات بقيت مستمره بنفس الطريقة حتى حصلنا على هاد الشكل هيدا وطبعا غدا نحاول ان ينزينوا هكا باللاتي مني غدا مغين نقدموا غادي نزول الشكل التاني كيفما كيتشاهدوا معي اللي حتى هو كيجي بنين بزا بزا فالبنات هاد صراحة عجبني انا هادا بالتاج اختيت هنا واحد ميتين وخمسين جرام ديال صدر الدجاج ودخلته وضحته في الطنجرة ودرت معا واحد جود الوريقة ديال سيدناموسة واحد شوية ديال البزار اما حبوب ايلا كان يكون احسن ما كانش تضغي اللي بزار العادي وحاول انكم ترشو شوية شوية ديال ملحة صافي هادشي اللي ضفت باش هكا انك هتبقى يعني حافظ على البنة دياله صافي مهم ما نزيدوش اللي توابل اخرى بشان ما نخسروش المملاحة كليكم تضيفو اشياء اخرى اللي بغيتو مهم انا اكتفيت فقط بها التوابل وسلقتو بعد ما سلقتو صافي اخديت فرتته كاتاخدوا واحد الفرشيتة او تفرتته فيه ولاغي بيدكم هكا حتى كي تفرتت تماما هنا زلت واحد شوية ديال معدنوس وبيضة اللي احتى هي حكيتها مع هاداك بجاج وكتدير واحد جوجل معلقات ديال المايوناز شوية ديال الملحة وشوية ديال اللي بزار مهم صافي هادو هما الاشياء اللي اضفت في هاد الحشوة هادي البنات اللي ما بغوش يضيفو المايوناز يمكن لكم تضيفو في بلاستو الجبن اي جبن عندكم كريمي هنا اخذت الكورنيشون غادا نحاول انني نقطعوها هكا متوصلوش للراس ديالها وتقطعوه من الوسط دياله في حال هكا وما تقيسوش داك الراس الفوقاني اللي غادي نزوقو به باش تبقى تارتا في حال هكا كتبقى مشروكة ولكن ما كان نقيتوش اكيد راكم فهمتون يا البنات قولي انتي كتبقى شارحة لنا كنت عمقى البنات في الشرح لانني ما كان مغيش شي اخت تجرب شي حاجة وما تتقلش معها صراحة ما يعجبنيش الحال والله العظيم يلاكا نقولها من قلبي هاتشي لاش رانيكا نبقى نشرح ونعاود نكرر باش هكا حتى انا ما يبقى علي حتى تشيدا بهاكا شي اخت تجرب شي حاجة وما تتقلهاش ولا هادا انا راكا نقول قاعدك شي قاعد مزيب داك انخويا ومم داك شي تتطبع كيبقى عليكم صافينا البنات قطعت داك الكورنيشو بدك الشكل واخدت هنا واحد شوية دياله اللي غادي اولا تفجل كتتاخدو كتقطعو بهاد الشكل يعني على شكل دوائر ارقيقه شي شوية اللي يبقى لكم تديروا في بلاستو حاجة اخرى تديروا مثلا بغت تديروا مطايشا بغت تديروا شي حاجة مهمة شي بالضرورة انكم تضيفوه لكن بغت نهرش شوية اللوينات يعني ندخل ذاك شوية ديالالوان ما نخليش غير ذاك الخضر 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 ندخل شي حاجة فيها الحمر نهرسو اللون حيط ذاك طماطسوغيز اللي دائما كتكون معتادة عنا في المملاحات ندير واحد شوية ديالتغيير وكيجادة هو الشكل ديالهم بعد ما قطعتهم هنا اخديت قطع اخرى ديال الخبز ديال الطوست اللي قطعته ما حيتش لذاك الحوافل اللي بنات خليتهم يعني ما حيتش ما حيتش بناتخليهم هكا حتى هما كيعطوا واحد الجمال يوم دير واحد تغيير قطعتهم ودهنتهم واحد شوية ديالجبن الجبن المتبقي عندي من الول استعملته يعني تحاجمات اعلاج در شوية ديالجبن في الاسفل باش هكا ذاك شوية ديال الخص اللي غدا نحط فوق منه يتبت يعني ما يبقاش يتزعزع ولا يطح المهم انكم ضروري تدهنو شي شوية باش تحطو شوية ديال الخص او لا شوية ديال حتى يرى درس منها شوية حتى يكتجي زوينة هكا في المقبلات هذا كتعطى واحد بننا وهذا مهم الناس اللي كتعجبهم هي ما عند حتى شي ماداق ما كتجيش بعينة ولكن كتجي راها صحية هذا هو الاسف طفين البنات طريقة ديال زين ديال كورنيشون بهذا الشكل هادا ذاك الرويس اللي بقى عنديش هاد هدو كل السنينات ديال او هدو كل القطع ديال كورنيشون درتوه في الاسفل على الراج دياله يعني بشي بقى ثابت واخديت هكا قطع ديال هاد لغادي وغدا نقدم هكا نحاول انني تبتهم اه مهم طريقة راها ساهلة وكيجي دهو شكل ديال هم النهائي كيجي زوين وقدرت واحد طريفة هكا ديال معدنوس هكا في الجناب اه في الاخر في الزين كيف ما كتشاهدو درتهم دعبة كيجي شكل ديال هم زوين هنا غادي ندوزو المملحة الاخرة اللي غادي ناخد منها الحشوة ديال الدجاج ديال الحشوة ديال الدجاج شاطلية منها شوية وغدا نستغلها وغدا ندير فيها واحد تغيير اللي بسيط باش نغيرو المادة اقول لنكهة وفي نفس الوقت ما نقوش نقوم نصيبو في الحشوات بزاف راها حشوة اخرى يمكن لكم تزيدو الاشي مكون وديرو تغير ودي عندكم طريقة سهلة هنا كاتتاخدو الخبز ديال الدرتيالة وكاتدهنوه بذك الخليط اللي سيبنا ديال الدجاج مع مايوناز وهذا مهمنا اللي سبقلو دكات معاكم وكاتتاخدو واحد القطع ديال الكورنيشون كاتكون مقطعينة مقبل وشوية ديال فلفلة حمرة اللي احتاجه كتجيب نينا البنات ورا في هالفيتامين سيرها مزيانة كاتتاخدو حبا ديال البيض مسلوقة وكاتحكوها فوق هاد فوق هاد كيف ما شاهدتو معايا فوق هاد الخضار اللي هي الفلفلة والكورنيشون والبنات نسيت ما قلتكمش بالنسبة للدجاج راني حكيت معاه بيضة مهم راني حكيت مع الدجاج بيضة يمكن قلتها معارش مهم عاودت قلتها ليكم اللي اسمعها هي هاديك اللي ما اسمعش من في اللول ديال الحشوة منيكس كان صايف يا راني حكيت فيها بيضة مع المايونا يازو شوية المعدنوس وهذا اه هنا البنات صافي هاد نده نقطع وضروري يكون عندكم واحد سكين احد اه صراحة كين بعض الناس اللي كيشدوا اه في هال المملاحات وكيروليهم وكيدخلوا محد نص ساعة للمجمد وكيقطعهم باش يجيكم تقطع ديالهم مساهل انا صراحة ما احتاجتش ان يدخلهم مجمد نهائيا اه صراحة حاجة هم هادوك يعني ما مخسرتش الحشوة وادا لكن البنات اللي كيخافوا على الحشوة ديالهم انها تخرج وما ديش هي هاديك او لسي كين ما يكونش حاجة تدخلهم الاحسن واحد نص ساعة المجمد باش هكا تلقوا اه مني ديو تقطعو ما يخسر لكمش صراحة مخسرش يا كيف شاهدتوا ما يقطعتهم امامكم وصافي كيجا دهوش كل ديالهم كيجوز وينين ومقاعدين مهم تاشي حاجة ما مخسرها اه كيجوز وينين وكذلك هاد اللي درت بسمك السلامون درت لهم واحد شوية ديال سودانية بجناب والقطع الاخرى ما يحاولت ان يديروا حد تغيير نص جوج درت فيهم جوج حبات ديول هاد المملحة درت فيهم شوية ديال زرعة ديال القرع اللي مطحونة وجوج حبات اخرين درت فيهم شوية ديال سودانية وجوج حبات اخرين اللي خليتهم هكاك طبيعين ما درت في متاشي حاجة مهم كيف رحتو كيجو هادو مملحة اللي سهلين اقتصاديين بساطين اللي كيما اكتلكم يمكن لكم ديروا تغييرات تحيدوا اشياء بحل متلا سمك السلام والناس اللي ما كتبغيش يمكن اللي يستغنوا عليه كي اللي عندهم منه حساسية كذلك ما يستعملوش راكين دائما البديل وكيف ما شاهدتم معي كل شي اقتصادي كل شي في المتناول يمكن لكم تضيفوا اشياء وتحيدوا اشياء كيبقى لكم واسع النظر وتحيلوا حد الاخت اللي كدولي واسع قتلي واسع النظر كنحسب راسي في مداولة وشكرا لكم احباد ديالي وانتمنى انكم تبارتجوا هالفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وما تفخلوش ليه باللايك ديالكم اللي عجبكم الفيديو طبعا ونقول لكم شكرا لكم على المشاهدة وانتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر وصفات اخرى السلام عليكم اشتركوا في القناة